بهذا الفيديو راح احكي لكم عن خمس اشياء اذا شعرت فيها خلال علاقتك مع اي شخص في العالم حاول انك تختصر هاي العلاقة وتخليها سطحية وما تتعمق فيها نهائيا نصيحة مني لقلك عشان بالمستقبل اذا صار بالفعل هذا الشخص طلع سام او هذا الشخص يعني انت ما كنت منجي ذب لقله واستمريت معاه لفترة سنوات طويلة ما تيجي تحكي لحالك ياريتني رديت على المشاعر اللي شعرتها في بداية العلاقة مثل ما بصير مع اغلب الناس وطبعا هاي العلاقة مش ضرورة تكون فقط علاقة عاطفية لا ممكن تكون علاقتك مع احد الاصدقاء علاقتك مع احد الاقارب او حتى يعني في العمل ممكن ينصب عليك او يعني يعمل لك شغلة معينة عشان هي خلينا نبلش باول اشي لازم تكون حذر منه اول شعور لازم تكون حذر منه بشكل كبير وممكن تعتبره علامة حمراء واللي هو لاي بالمعدة يعني بتشعر انه معدتك قاعدة بتقلب لما تحكي مع هذا الشخص او لما تقابل هذا الشخص رغم انك بتقابل اشخاص كثير خلال اليوم وبتطلع وبتفوت مع اشخاص كثير الا مع هذا الشخص سبحان الله لما تروح تقابله بتشعر انه معدتك قاعدة بتقلب مش من اول مرة احكي فرضا اول مرة انت كنت خايف او شاعر بالتوتر لكن هذا الامر استمر لمدة مرة ومرتين وثلاثة واربعة وحتى بعد سنة لما تشوف هذا الشخص بتشعر انه معدتك بتقلب ومصارينك قاعدة بتفوت جوه بعض يعني حتى في بعض الاشخاص بتحكي لي لما نروح عند جماعة معينة او لما التقي بشخص معين بحس هذا الشعور اللي جوه معدتي انه قاعد بطلع لعند قلبي يعني بشعر بالعامية راح احكي لكم اياها انه في حدا قاعد على قلبي ما بسدق على الله متى اطلع من عند هذول الجماعة او متى اطلع من هذا اللقاء اللي التقيت فيه مع هذا الشخص بعض الاشخاص بحكولي انه هذا الشعور ممكن يطلع عند رقبتي وزي اكله في واحد ماسكني من رقبتي ما بسدق على الله متى اترك هذا المكان واطلع لما اطلع بشعر اف كأنه هم وراح عني بشعر انه قاعد بتنفس من اول وجديد هاي المشاعر بتدل على انه في اشي غلط في اشي غلط ممكن الشخص يعني يكون كويس لكن سبحان الله انت مش مرتاح للبيئة المحيطة مش مرتاح لنفس الشخص ممكن هذا الشخص قاعد بيخبي عليك شغلات معينة لكن مش واضحة فحاول انك ما تكذب هذا الشعور وحاول انك تخلي العلاقة بينك وبين هذا الشخص علاقة سطحية فقط حتى لو كان كويس هو الافضل للك لانه مشاعرك كمان انت بالنسبة للك غالية وحالتك النفسية لازم تكون جيدة نوعا ما طول الوقت ثاني شعور واللي هو انك بتشعر بمشاعر سلبية بس تروح من هذا اللقاء يعني احنا لما نطلع مع اصدقائنا مع اشخاص احنا منحبهم مع اقاربنا يعني نطلع عشان نغير جو عشان نشعر بالسعادة نشعر بانه عندنا ايجابية يعني ونتفائل بهاي الحياة لكن سبحان الله لما تطلع مع هذا الشخص رغم انه هو قاعد على قلبك وبتشعر انه معتك قاعد بتقلب نتيجة تعاملك معه حتى لما تروح صح انه تتنفس وتحكي الحمد لله انه روحت فوق كل هيك بتشعر بانه عندك مشاعر سلبية سبحان الله لما اطلع مع هذا الشخص بتنكد سبحان الله لما اطلع مع هذا الشخص برجع يعني انه مش طايق حدا يحكي معاي وبرجع معصب من هذا اللقاء فهاي علامة حمراء وشعور المفروض انك ما تكذبه ليش لانه فيه شغلة معينة سبحان الله انت مش مرتاح لهذا الشخص الشعور الثالث واللي هو انك بتشعر بالاجهاد مع هذا الشخص يعني لما تروح تلاقي هذا الشخص تشعر بانك انت مجهد حتى لما تبتعد وتروح على البيت تشعر انه انت بذلت جدا يعني مجهود لما حكيت معه وتعاملت معه وهذا الاشي برجع لانه اصلا انت كنت مش مرتاح ترجع في مشاعر سلبية كثير عندك ثالث اشي انت لما كنت تتعامل مع هذا الشخص ما كنت تتعامل على طبيعتك ليش لانه اول اشي انت مش مرتاح له فبالتالي انت رح تبذل مجهود كثير كبير عشان تبين له العكس عشان تبين له انه انا مرتاح معك وقاعد بفتح مواضيع معك انت قاعد بتحاول تجامل فيه على حساب نفسك وطبعا المجاملة وانك تبذل جهد كثير كبير بس عشان تفتح مواضيع مع هذا الشخص رغم انك انت ما بدك تحكي معه او مش طايق وبالاصل هذا الاشي بتعبك وببذل مجهود كثير عنك عشان هيك انت بتشعر بالارهاق لما تروح على البيت رابع شعور واللي هو انك بتشعر بمشاعر سيئة لما تتلقى رسائل من هذا الشخص او حتى اتصالات منه يعني احنا بالعادة اذا احد الاشخاص تواصل معنا بعثلنا مسيج رنلنا وهذا الشخص انا احنا كنا واثقين فيه ومنحبه بننبسط انه او والله مهتم او بحب اسمع صوته بحب اسمع الاخبار تبعته بحب انا احكي مع هذا الشخص لانه بشعر بالراحة بينما هذا الشخص اللي انت بتتعامل معه لما يوصلك منه مسيج بتحكي هيه بعثلي مسيج او رن علي يا الله بدي اقعد احكي معه مصيبة يعني هاد سابدي اقعد معاه احكي معاه ساعة وبيدي اظن اجامل او احاول افتح مواضيع وانا بالاصل مش حاب اصلا احكي معاه ولا اسمع صوته ولا حاب انه انا اكون مش على طبيعتي وابين له انا اني مهتم فيه فهاي العلامة كمان حاول انك ما تهملها وحطها ضمن العلامات الحمراء رغم انه ممكن يكون الشخص جدا كويس وجدا محترم وهو بتواصل معك عشانه بيحبك وعشان يخدمك الا انه زي ما بحكوها بالعامية الاهتمام جاي من الشخص الخاطئ واذا انت راح تكمل معه ممكن انت تظلمه معك وتظلم نفسك فالافضل انك خلاص انت مش منجذب لاله حاول انك تحط حدود وتبين له انه ما في انجذاب ومش ممكن انه مثلا العلاقة تستمر لانه انت اصلا مش مرتاح او ممكن تخلي علاقة سطحية وكل فترة في ربعيدة تتواصل مع بعض فقط عشان تطمنوا على بعض اما خامس شعور اذا شعرته مع هذا الشخص حاول انك تكون حذر منه بشكل كبير جدا لانه هو اهم شعور ممكن تشعر فيه واللي هو المشاعر السيئة نتيجة النظرات تبعت هذا الشخص ليش؟ لانه النظرات بتبين اشياء مخفية داخل هذا الشخص وهذا الشخص بيحاول انه ما يطلعها عن طريق الكلام ممكن الشخص يحكي معاك بشكل طبيعي ويبين لك انه هو شخص كثير كويس لكن نظراته بتبين العكس يعني هذا الشخص بتطلع عليك نظرات جنسية او نظرات انه بيشتهيك فيها او مثلا نظراته بتحسها خبيثة وبتخفي اشياء كثيرة جواته يمكن تلاقيه بتطلع عليك بنظرة حاجب زي هيك او مثلا مع نظرة الحاجب بتلاقيه بيحرك ثمه او عيونه يعني نظرات مخيفة وخبيثة جدا على سبيل المثال انا كنت بفترة من الفترات اتواصل مع شخص معين عن طريق السوشال ميديا ما عمري شفته على ارض الواقع او حكيت معاه عن طريق الفيديو كول طبعا انا كنت مرتاح معاه انه بتواصل معاه عن طريق الرسائل عن طريق مكالمة صوتية الا بيوم الايام اتواصلنا فيديو كول وبالفعل شعرت هذا الشعور يعني فيه شعور غريب يا اخي انا لما حكيت مع هذا الشخص ما رتحت بالمرة ليش؟ لانه هو بحكي قاعد برفع حاجبه بطريقة يعني مخيفة جدا وبنفس الوقت انه بعطيك البوز هذا تبعي لثم فهذا الاشي بيخفي اشياء كثيرة جواته وجو دماغه وافعال ممكن يعملها معاك في المستقبل عشان هيك اصلا بشكل عام انا ما بفضل انه يكون تعارفك مع الاشخاص عن طريق السوشال ميديا فقط لازم يكون فيه لقاء فعلي مع هذا الشخص عشان تعرف شو نيته عشان تعرف لغة الجسد تبعته على ايش بتدل هل هو شخص صادق ولا شخص متلاعب بيخفي اشياء خبيثة عنك يعني وراء الكلام المنمك والاشياء الحلوة اللي قاعد بيحكي لك اياها وحاليا راح اشارك معاكم بعض الاجوبة اللي اتلقيتها من المتابعين عن طريق الانستجرام والمشاعر اللي بيشعروها مع شخص معين والبتدل على انه هذا الشخص مش كويس او ما بتشعرهم بالراحة معه حاولوا يقرؤوها بشكل جيد وبيدي منكم كمان تعالقولي تحت بالتعليقات شو المشاعر اللي بتشعروها اللي بتدل على انه هاي العلاقة سيئة وما راح تستمر على النحو الصحيح وراح حط لكم في شاشة النهاية علامات بتدل على انه هاي العلاقة علاقة سامة وان شاء الله بنشوفكم بفيديو جديد او سلام